نوثق اليوم مرور ستة أشهر على حرب غزة ربما تكون ستة أشهر من عمرنا ومن عمر الشعوب ليست كثيرة ولكن كيف سيذكر التاريخ هذه الحرب؟ هل سيكتب المؤرخون عن انهيار جيش قيل عنه إنه لا يقهر؟ أم سيكتبون عن مقاومة اخترقت المنظومة الأمنية لذاك الجيش وصمدت بصمود شعبها؟ ربما تجيب الأجيال القادمة عن كل هذه التساؤلات ولكن اليوم كيف يرى الإعلام الإسرائيلي تلك الحرب؟ وكيف يقيمون ما حدث طوال الشهور الستة الماضية؟ هذا الحساب إسرائيل بالعربية كتب منشورا بالأمس السابع من إبريل جاء فيه بعد مرور ستة أشهر على الهجوم الهمجي الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل ماذا حقق هذا الاعتداء لحماس وللفلسطينيين عامة؟ وماذا ألحق بهم من مآسن؟ هكذا يتساءل هذا الحساب وأرفق هذه الصورة في منشوره يتساءل فيها ماذا حققت حماس بعد ستة أشهر من الحرب؟ ثم أجاب هو نفسه بسبع نقاط في هذه الصورة يريد أن يثبت أن حماس خسرت الكثير أما نحن هنا فسنتناول بندين فقط من السبعة كي نفندهم الاعتداء أسفر عن فقدان حماس السيطرة على قطاع غزة البند الآخر المجتمع الدولي بات يعي طبيعة حماس بين قوسين كما وصفوه الإرهابية أو كما يدعي تلك الادعاءات التي ساقها حساب إسرائيل بالعربية دفعت الكثير من رواد منصات التواصل الاجتماعي للربد عليها فمنهم من عقب بصور ساخرة من فشل إسرائيل وهناك من علق بقوله إن حماس حققت مكاسب كبيرة أهمها إحياء القضية الفلسطينية وإيقاف مشروع التطبيع وهذا هو ما دفعنا لنفند بعض تلك الادعاءات أولا فيما يخص البند الأول من الادعاء فيما يتعلق بفقدان حماس السيطرة على قطاع غزة فهو بطبيعة الحال يهدف للتضليل أما الحقيقة هي ما تقوله صحيفة جوريزالينبوست العبرية هنا تقول مفاجأة حماس لديها الآلاف من المقاتلين ما زالوا في غزة هكذا تقول الصحيفة وهناك تقديرات نشرتها صحف عبرية وعربية تشير إلى أنه لا يزال هناك أو لا يزال هناك ما بين أربعة وستة ألاف مقاتل من حركة حماس في وسط وشمال قطاع غزة هذا بالنسبة للادعاء الأول أما عن الادعاء الثاني الذي روجت له صفحة إسرائيل بالعربية وهو أن المجتمع الدولي بات يدرك طبيعة حماس التي واصفها بالإرهابية فها هو مارتين جريفت منصق الإغاثة في الأمم المتحدة يقول أن الأمم المتحدة لا تعتبر حماس منظمة إرهابية وفي مقابلة تلفزيونية في شهر فبراير الماضي قال جريفت أن الأمم المتحدة تصنف حماس حركة سياسية إنه أمر صعب للغاية وكما تقول فقد تعاملت مع العديد من الجماعات الإرهابية والمتمرد المختلفة حماس ليست جماعة إرهابية بالنسبة لنا بالطبع كما تعلمون أنها حركة سياسية لكنني أعتقد أنه من الصعب جدا إقصاؤهم دون حل تفاوضي يتضمن تطلعاتهم أما سفير روسيا لدى إسرائيل فيقول لا يوجد تصنيف دولي لحماس على أنها منظمة إرهابية أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقد أعلن سابقا قوله إن تركيا لا تعتبر حماس منظمة إرهابية بل حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي إذن ما استعرضناه يدل على فشل الحسابات الإلكترونية الإسرائيلية وسعيها لتحقيق أي مكسب ولو كان وهميا لا سيما بعد أن غادرت القوات الإسرائيلية بالأمس من غزة تجر وراءها أذيال الخيبة والفشل اشتركوا في القناة